كما قلت لكم أنها ربما تكون الليلة هذه توقعات كثيرة جدا على المستوى الإعلامي والمستوى السياسي كما قلت لكم في بداية الحلقة لمن لم يكن معنا أن بايدن ألغى أجازته ياخذ الويك اند يعني في كامب ديفيد وعاد إلى مقر البيت الأبيض وهذا لا يحدث إلا في حالات الطوارئ فيبدو أننا أمام حالة طوارئ الليلة تحدست بالأمس في المسألة ويعني تقريبا ليس فيها جديد هناك خطوط حمراء وضعتها إيران لهذه المسألة وهي ثلاث سيناريوهات دي كتبتها الشرق بلونبرج الحقيقة وهي سيناريوهات خاصة بفكرة ضرب المفاعل النووي الإيراني أو ضرب مصافي البطول أو ضرب قاعدة السواريخ التي خرجت منها السواريخ التي هجمت إسرائيل باختصار يعني أنت عندك ثلاث سيناريوهات السيناريو الأعلى الأشد ظلامية وهو ما يتم تسريبه يعني أنه هتضرب المفاعل النووي ومع ضرب المفاعل النووي بقى مش لازم تضرب مفاعل النووي بس هتكسق هتضرب إيران كلها اللي هو بقى هتضرب بقى إيه مقرات الحرس السوري مقر المرشد مصانع السواريخ بتضرب بقى عشان يعني تعمل حالة عجز كامل عند إيران هذا السيناريو الأكثر سودوية يعني نسبة تحقيقه من وجه نظري هتكون قليلة إنه معنى ذلك إن إحنا نزلقنا إلى حرب شبه عالمية يعني مش هنكون في حرب إقليمية بس لا ده في شبه حرب عالمية ليه بقى يا أستاذ لأنه هناك معسكران هناك معسكران بالتأكيد المعسكر الغربي الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل المعسكر الشرقي اللي هو فيه روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران فبالتالي لما يكسروا لك ضلع في المربع بتاعك الأربع دول يبقى خلاص في ضلع يتكسر من المربع الثلاث أضلع الثانية كل واحد هيتم الاستفراد بي وفي ضلع تاني متورط في الحرب في أوكرانيا فده معناه أن المنطقة والعالم ينزلق الحرب عالمية الاحتمال التاني أنهم يضربوا ضربة اقتصادية موجعة مع يعني تشكيلة من ضربة اقتصادية وعسكرية أنه يضرب بعض قواعد السواريخ الأماكن اللي انطلقت منها ويدرب بعض مصافي البترول ويدرب مؤسسات الطاقة والحكاية دي وهنا كلام حوالين أن السعودية طلعت بعض التصريحات التي يفهم من خلالها أنها يمكن أن تسد العجز الناتج عن ضرب مصافي البترول في إيران وهنا السعودية بتلعب بالسياسة أي مبدورين يعني الدور الأولاني زي ما قلت لكم بارح أنها أرسلت وزير خارجيتها للقاء الرئيس الإيراني في قطر وقالت له إحنا ملناش دعم الموضوع ده إحنا برا العركة بتاعتكم إسرائيل إحنا على الحال التام لا معاكم ولا عليكم وبعتت لأمريكا الإشارة التانية لها دي لو أنتم ضربتوا إيران قوي يعني إسرائيل ضربت إيران قوي في البترول إحنا قادرين على تعويض العجز اللي هيحصل وده طبعاً يعرض السعودية الخطر لأن إيران ساعتها هتعتبر من السعودية مشاركة في هذا العدوان فبالتاني ده السيناريو التالي السيناريو التالي اللي هو اللطيف وإنه إسرائيل تضرب القاعدة العسكرية التي خرجت منها السواريخ وبوسوا من بقه ونقفل الملف بقى وخلينا كده لطاف وإن وتبقى العركة على إيه؟ على الدينة إيه لا يتحقق الله أعلم؟ كل سيناريو طبعاً له يعني تفاصيل مريبة جداً فيما يتحقق بعد ذلك الضربة الأولانية أو التانية تقضي على قوة الرضع الإيرانية واتطلحها بره الجيب وتفرض عليها قواعد مختلفة يعني موضوع الحقيقة ياخد النص ساعة اللي بقى في البرنامج يعني أنا لو شرحت لك كل السيناريو من السيناريوات التالتة دي هنا يحصل إيه؟ وهنا يحصل إيه؟ وهنا يحصل إيه؟ هناخد النص ساعة لكن إحنا وقفين على أطراف صابعنا وهذا للأسف ما يقلمني أشد القلب إن كل هذه الدول السنية بتتفرج على الجيم ومستنية ماذا سيوفعل بها غدا يعني العديد من الدول السنية بتتفرج بعضها بيشارك أو هيشارك مع إسرائيل طبعا الكلام مبارح الذي خرجت به قناة LCI الفرنسية وتحدثت عن وجود قوات نخبة إماراتية في غزة تحارب جانب الصهاينة ده كلام محتاج يعني توسيق أكتر ومحتاج خطورة أكتر وأنا لا أستبعد ذلك على الإمارات في أي شيء لكن في دول هتشارك أنا بتكلم بقى على مجمل العالم الإسلامي اللي قاعد يتفرج النهاردة لا دور لنا على الإطلاق ها إسرائيل هتقل إيه ده؟ طب ببقى في حرب إسرائيل ملناش دور عاديين نتفرج يا باشي تشاهد المباراة كأنك في الملعب كان إعلان زمان كده أقول كده تشاهد المباراة كأنك في الملعب كلنا عاديين نعملش يا حاجة لكن الحقيقة الموضوع خطير الموضوع خطير نتنياهو بيلعب لعبة المقامر نتنياهو بقى يستغل هذه الفترة الحرجة في الانتخابات الأمريكية احنا خلاص النهاردة كل ساعة من 6 أكتوبر بيتكلم في شهر بقى على الانتخابات اللي هيعمله نتنياهو سيؤثر بشكل رئيسي على الانتخابات فمن خلال الضربة النهاردة هنعرف نتنياهو رمل عطا على مين كان زمان بيرمي بيرمي الشال أو يرمي حاجة كده يرمي الشال على يبقى هو ده اللي عايزه النهاردة هنعرف نتنياهو رمل عطا بتاعه على مين لو حصلت الضربة النهاردة اما ان هو هيضرب بعض الخطوط الحمراء سواء بقى المفاعل النواء او مصادر الطاقة ده يبقى كده بيدي جرين كارد انا معاك يا ترامب لو التزم بالشق التاني وضرب القواعد العسكرية او اجل الضرب اسبوعين ثلاثة يبقى بيميل الى كاميلة هرس هو ده بقى قصة انك تبقى فاعل وليس مفعولن بهي دي القصة دي الحكاة دي اللي لازم ندور عليها بدل ما احنا داخلين مقطعين هدو بعض دلوقتي ومكفرين بعض كلنا بنكفر بعض دلوقتي الله ده دلوقت ده 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 اعباد بالتكالب كويس عن الشيعة ده كافر ده انا بقول ان ايران عندها مشروع بس ماشي زبا كفرني برحتك بنكفر في بعض. طب انت عادت تعمل ايه؟ طب اللي بتكفرهم الشيعة دولة اللي انت بتكفرهم عندهم مشروع نووي وعندهم أربع عواصم عربية تحكموا فيها. انت مسكين عندك ايه؟ عندش حاجة.